مرحبا برج الدلو أهلا فيكم في القراءة العامة أعزائي هاي القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري أو أي من الكواكب موجودة عندك فيها برج الدلو ولكن عزيزي المتابع أنت اللي لازم تشوف القراءة وتحدد إذا تنطبق عليك ولا لا هذه القراءة عامة مو قراءة عطفية رح نتناول فيها أكثر شي جوانب الحياة العملية مثل الأموال الصحة المشاريع إلى آخرة مثل ما سويت مع برج الجدي رح أبتدي معاكم يا برج الدلو بعقب ما أخلط الأوراق بين القراءات الكرت اللي يصير تحت وهو لا دلالة أو طاقة عامة لك في هذا الشهر طاقتك العامة رح تكون العربة كرت برج السرطان كرت جدا مبشر بالخير خصوصا إذا بعضكم أو بعضا منكم كانت أمورهم في جوانب معينة في الحياة متوقفة بعضكم كانوا يشتكون أن ليش الكل قاعد يتقدم في الحياة والحصل وينجز وأنا لحد الآن في مكاني بعضكم مو كلكم ها رح يكون خلال هذا الشهر في تقدم كبير ولكن دائما نقول تساروا يقرأ على مستوى الطاقة يعني النية لازم أنت تدعمها بعمل تدعمها باجتهاد تعمل مع الطاقة معكسها وبعدين تقول ليش شهر في تطور ولكن ما في تطور لأنه عندنا كرت العربة إذا أنت العربة رح تمشي مثلها مثل القطار وإحنا نقول فاتهم القطار العربة رح تمشي معاك وبدونك الطاقة موجودة إذا أنت قررت أن تركب فيها تأخذه مثل هذا الشخص تمسك بزمام الأمور وتتحكمه تقود حياتك إلى المكان اللي أنت بتودي فيه حياتك إلى المكان اللي أنت تطمح إليه إذا أخذت هاي الطاقة شي طبيعي أنه رح تكون الكثير من التطورات العجيبة تبتدي منها أنزين؟ دائما برج الدلو التطورات الكبيرة في حياته تبتدي من تبتديها تتحرك من نهاية شهور السنة وفعلا تتحقق في بداية شهور السنة بداية الحركة رح تكون وخلي لك هذا الكرت عشان يذكرك بالطاقة العامة لك لهذا الشهر أنزين في شغلة ثانية بعد حبيت أقولها بخصوص كرت العربة الكثير منكم احتمال ناوين على تغيير مقر العمل تغيير انتقال سواء انتقال جسدي من دولة إلى دولة من وظيفة إلى وظيفة في مكان أنت تحس وجودك في هاي المكان نزيل ناحظ وجودك في هاي المكان كان معسر عليك ويد أمور الانتقال ان انت تطلع من هاي المدينة إلى هاي المدينة من هاي الوظيفة إلى هاي الوظيفة رح يفتح عليك أبواب ما أقول لك أحس هنا بالطاقة أبواب كل شيء في عملك تمنيتها في تشجيع كبير على الانتقال في هذا الشهر دعنا نشوف الأموال يبر جدا لك عشر الخماسيات سوري عشرة الأخصان هذا الكرت يرى مسلبي بالمعنى الصريح شوف هذا الكرت قاعدة أحس طاقتها إيجابية خصوصا إذا احنا قررنا نسويها إيجابية انت عندك أموال في البنك أو حتى إذا ما عندك جدا ضرور أن تبتدي تدخل في الأموال لأنه رح تحتاجها في مشروع جدا كبير في مكان صحيح مكان إذا حطيت في الأموال رح تعطيك مرجود أكبر احرص أن خلال هذا الشهر ما تصرف أموالك الظل تراكمها الظل توفرها وإن كانت مبلغ قليل القليل لما تيمعه هنا أحس رح يكتمل عندك نصاب رح يكتمل عندك مبلغ لمشروع كبير العملية كبيرة أنت ناوي تسويها تحسين في شكلك ميك أوفر في شكلك انتقال كبير يمكن حتى عشان تسوي هاي النقلة اللي رح تبتح لك أبواب حياتك محتاج أن تيمع فلوسك تمسك فلوسك هاي الطاقة تقول لي شذي خلا بسحب بعد كرت واحد حق الأموال بسرعة كنت قاعدة تضيح ملكة الأقصان لا تفكر بأي شخص ولا تشيل مسؤولية أي شخص في الفترة القادمة غير نفسك عليك من نفسك هذه الملكة أنانية ولكن أنانيتها صحية أنانيتها تقول أنا مسؤول عن نفسي إذا أنا مثل ما نكون في الطائرة ويكون من تعليمات السلامة أن أنت ما منك فايدة لما تساعد الآخرين وما تضع قناع الأكسجين أول على نفسك ما حد يقدر يعطي من إناء فاضي لازم أنت تكون وصلت مرحلة الاكتفاء نفسيا عاطفيا ماديا حتى بعدين تبتدي تساعد الآخرين فهاي الكارت أقول لك عليك من نفسك لا تاخذ أي شخص بعين الاعتبار إلا نفسك في الفترة القادمة عندك مشروع كبير فكرة معينة حاطها في بالك تحتاج منك أموال عشان عشان تقوم لا تتنازل عنها هذه الملكة عنيدة ما تتنازل عن الشيء اللي أصرت وقالت يوم من الأيام راح نفذه حق نفسي راح أوجد حق نفسي ولو في مكان ثاني خلجوا جانب المشاريع للي منكم عندهم بيزنس أو فاكرين يفتحون بيزنس كارتين انتقال المزيد من التغيير الانتقال من ألف إلى باء أوكي ولكن أحس انتقالك راح يكون جدا سلس جدا سموث جدا بهدوء ما بين الوظيفة إلى أنك تفتح مشروعك ما بين المشروع الأول إلى المشروع الثاني مثلا عندك محل قائم أوكي وناجح يقوم قلت لك هنا في طاقة محتاج شوية دفعة زيادة يقوم وبعدها على طول تقدر تباشر المشروع رقم اثنين سواء مشروع رقم اثنين بالنسبة لك هو مشروع توسعة تفتح فرق ثاني أوكي تدخل في مجال ثاني حتى رح يكون فيه انتقال جدا سهل ومارن ومريح لك نزيل وأيضا طلع معاه هني كارتز طلع معاه كارتز الكوبين في المشروع رقم اثنين أو في الفكرة عندك سوري في الفكرة رقم اثنين نزيل في المجال رقم اثنين من خطتك المستقبلية نزيل اللي قلت يا ليت اقدر اسوي كذا كذا ابيك تجاوب على هالسؤال يا برج الدلو شنو قلت انت بخصوص مشروعك اول ما صير هذا المشروع المشروع ناجح رح الخطوة الثانية اسوي كذا كذا في الخطوة الثانية اذا قمت فيها رح تلاقي صدى ترحيب صدى اعجاب ما تتوقع ما كنت حتى انت تتوقع يا برج الدلو اوكي الكثير من الناس يظهرون على اعتاب بابك يقولون لك احنا نريد ان نشتري منك نريد ان نتعاون معاك نريد ان نكون معاك اوكي رح يكون في صدى قبول كبير بما ان ابتدينا بطاقة الماء بننتهي هنا في المشاريع بطاقة الماء احس ان انتقالك رح يفتح لك باب لما تنتقل من مدينة الى مدينة من وضع الى وضع رح يفتح لك باب يعرفك على اشخاص ما كانوا موجودين في حياتك سابقا اشخاص جدا مفيدين جدا انت تتمنىهم لنفسك اشخاص السابقين والحاليين في حياتك يمكن شوية كئيبين متشائمين رح يفتح لك باب الرزق فتحة باب عندك هنا خلنا نشوف الدراسة الدراسة حق برج الدلو دستار تفوق نجاح هذه كرتك انت يا برج الدلو في امور الدراسة رح تكون ان شاء الله كلها سهلات كلها سهلات رح تكون متميز خصوصا اذا كنت تعمل على بحث او رسالة معينة رسالة ماجستير رجال الدكتوراه هنا الطاقة قاعدة تقول لي لان في كذا نجمة في السماء وبعدين هذه نجمة برج الدلو احرز ان انت ما تحاول تقلد النجوم الاخرين مثلا شفت صديقك زميلك في الدراسة نجح عن طريقة اتباع استراتيجية معينة او رسالته في الماجستير في الدكتوراه كانت كذا كذا لا تحاول ان تتميز او تحصل على التفوق عن طريق اتباع نفس طريقهم مصدر قوتك انت يا برج الدلو ان تكون متميز توجد طريقتك الخاصة لفعل الامور لا تسوي كوبيكات كوبيكات اللي هي طريقة اني اقلد ابتعد عن طريقة التقليد وتميز في مجالك انت حين قاعد يصير في طلب على طاقة برج الدلو المتقدمة المتقدمة عن الاخرين اللي تقدر تشوف تتطور اسرع من الاخرين فانت لما اتي تقلد بحث زميلك او تخلي زميلك اللي اقل منك اوهو اللي يملع عليك افعاله يملع عليك شون تسوي بحثك انت قاعد تسمح باللي اقل منك اللي متأخر عنك ان يقودك هذا ما يصير انت متقدم انت محتاج تاخذ انت ورعية القيادة في امورك في الدراسة لا تظل تعتمد على الناس لان انت اساسا مو محتاج للناس اتعاون معهم ولكن لا تعتمد عليهم خلا نشوفك انت البحثين عن عمل الكوب الاول كوب الاول شيطان الشيطان اوكي الرسالة لك هني احس انه رح يكون في عرضين عمل رح يأتيك عرض العمل ممكن انت اللي قاعد تقدم انزان لما تحصل العرض العمل اللي كنت تتمنىه من فترة طويلة ان شاء الله رح تحصل عليه رح يأتيك هني شخص ما يتمنى لك الخير يحاول ان يشتتك يقولك ليش اشتغلت هني او ليش قبلت هذا العمل هناك في فرصة افضل هناك يعطون رواتب افضل يحاول يشتتك يخليك تفقد ايمانك في فرصة العمل القادمة اوكي يخرب عليك لان عنده هذا الشخص الكوب الصغير كوب المراهق هذا الكوب مو صافي داخل سمكة سمكة داخل الكوب معناته مو صافي مو بنية صادقة اوكي احذر احذر من الاشخاص خصوصا في مكان العمل او اثناء تقديمك على الوظيفة من الناس اللي حاولون يشتتونك يقوللك ليش لا تتقدم عندنا هني انا موظف في هاي الشركة و انا نفسي بي اطلع منها هاي النوع من الطاقة اوه ممكن يكون حتى احد من الاقارب او الاهل لان عنده هذا الشخص نية هني برج الجدي برج الشيطان سوري كرت الشيطان نزال عنده نية سيئة يريد ان اتعرف لما حين شافك هذا الشخص شخص حسود لما شافك رح تبتدي تحصل على احلامك وايض طاقة المياه عندك هالشهر طاقة البداية هني نحط النية هني نقول شنو فعلا احنا نتمنى عشان يتحقق في الشهور القادمة لما يبتدى هذا الشخص يشوفك رح تحصل على الوظيفة الاحلام مشروعك ابتدى يمشي خطتك ابتدى تتمشي ايه هني يخرب عليك يشوش عليك يقولك لا ليش ما تريد شلون لا اصاوت شذي احذر من هذا الشخص عنده طاقة تخريبية طاقة حسد احسيني لما انت كنت تدور عن وظيفة برج الدلو وهو ما فكر بشكل جاد انه يساعدك ولكن ليش اقولك طاقة موزينة لما يبتدى يعرف انه انت عندك عرض عمل هو مش مساهم فيه ابتدى يقول لا حان الوقت ان انا اخرب بعد مو كفى اني ما اساعد برج الدلو لا لازم بعد اخرب عليه لانه شكله رح يفلت من يدي شكله رح يحصل عرض عمل افضل يمكن هذي الشركة ما يكون شخص تكون حبت شركة شركة انت قدمت عليها و ما عطوك ما عطوك كويه ما تساعدوا معاك لما شافوك او سمعوا ان انت شركة ثانية رح تاخذك شركة افضل اتوا هنا يبقون حزدا منهم ان يوقفونك مثل انك تاخذ هذا العرض الجانب الثاني خلنا نشوف الحياة العطفية بشكل عام سواء انتو منفصلين او مرتبطين الهيروفنت رح يكون فيه التزام خلاص طاقة ال اي ولا طاقة ال هنا كانت فيه امور معلقة بينك وبين شخص معين اوكي كان دائما فيه تردد او دائما فيه استاغنيشن يعني الامور متوقفة ضاربي البريك في العلاقة علاقتكم كانت متوقفة اكثر ما كانت ماشية في الفترة القادمة هذا الشخص عنده نية الالتزام انه خلاص احنا نقول يعقد الصفقة وينهي الصفقة ويغلق الصفقة اللي بينك وبينه انه في النهاية اصير فيه اتفاق اصير فيه تفاهم احط معاكن النقط على الحروف يقولك اوكي احنا في السابق ما كنا متأكدين بس الحين لازم يكون على بينا يا برج الدلو كون مع بعض ولا مش مع بعض تبيني ولا ما تبيني هاي النوع من السؤال التحديدي انزل اللي ما عندي شريك ينتظر قراءة موصفات الشخص القادم فيه طريقك اللي بيسويها بعد القراءة العام ان شاء الله نشوف الصحة اوكي بيبي سابس خطوات الطفل اوكي انت قاعد تاخده خطوات في الطريق الصحيح نزيل اشوفوا هني ان برج الدلو لان عندك ملكة الارض اخيرا صرت تهتم بنفسك صرت تهتم من شنو قاعد تدخل في جسمك وشنو هذا الشي اللي قاعد تاكله يؤثر على طاقتك على نفسيتك وي ار وي ايت احنا نصير تشريه بسبب ما نأكله نزيل فهني قاعد تاخد خطوات وراح يكون فيه جسمك يتجاوب معاك اذا انت قاعد تاكل اكل معين تريد تتخلص من مشكلة معينة تتخلص او تخفف على الاقل من السكري من الكوليستيرون من الكذا تخفف من الدهون جسمك راح يتجاوب معاك بس انت لازم تكون حذر شنو تحط في جسمك انزيل ام هني اذا عندكم بعد اي مشاكل في البشرة او مشاكل تخص تساقط الشعر النظر هذا كله يقولك ما يحتاج هذا كله مو شي الدكتور يقدر يحلك هي عن طريق حبوبة وادوية هذا الشيء خاص روتينك الغذائي نظامك الغذائي هو اللي ممكن يحلك هاي النوع من المشاكل تعرضك الى الشمس الاكل الصحي هاي الاشياء خلنا نشوف الامور القانونية اذا عندك اي شيء متوقف في النظام القضائي ثمانية الاكواب في شخص احس هنا ان في طرف كان يحاول ان يقاضيك او انت حتى كنت انفكر انك راح تقاضي شخص عندنا هنا كارت العقرب كارت الموت برج العقرب تغيير مفاجئ بغض النظر من اللي هنا كان عندني اي ان يقاضي الثاني في اخر لحظة راح يكون في انسحاب بس مو انسحاب بدون سبب هذا الطرف انت او الخصم ادركتوا ان امامكم قضية ما تستطيعون تربحونها في هاي النظام القضائي عرفتوا مثلا ان الغلط عليكم او الطرف الثاني عرف ان الغلط عليه ففي النهاية قرر ان ما يظل يسعى وراء هاي القضية في رحيل مفاجئ لان عندنا كارت الموت اوكي مشهورة سريعة من المحامي الى خصمك مثلا يخلي في اخر لحظة يقرر انه ينهي القضية القائمة بينك وبينها ويقبل مثلا بالتسوية انت حين من هاي الامور خلا تشوف يا برج الدنيو شن الطاقة اللي راح تحاول تتحداك او تستفزك خلال هذا الشهر اوكي طاقة اللي راح تحاول تتحداك او طاقة تخص الكذب او الالاعب الالاعب مثل هني الطاقة اللي وصفتلك اياها بخصوص الباحثين عن عمل زين شلون راح يكون في محاولة للتلاعب بك اوكي لان هني قلت لك الشي الوحيد اللي يمنعك عن تحقيق النجاح في حياتك او هو شعورك بالذنب انه لازم اساعد الاخرين قبل ما اساعد نفسي لازم ما اكون اناني هذا الطاقة اللي راح تتحداك انه هالفعلا راح تستطيع انه تدخل في طاقة ملكة النار وتقول حان الوقت انه انتبه على نفسي واحقق ذاتي اني اشوف ان التحدي امامك ايضا الاخرين اللي حولك محيطك دائما يحاولون يحسسونك بالذنب انت ليش غير انت ليش لحد الان ما نجحت انت ليش لحد الان ما تزوجت انت ليش لحد الان ما عندك اطفال ليش انت ما ترغب بالاستقرار مثلنا انت ليش غريب عنا انت انا برجل تلوه الله خلقني مختلف ما اختلف من اجل لفت الانتباع او لدراما انا مختلف اوكي لا تخلي احد يحاول طلعك من طاقتك اللي انت في داخل نفسك تحس انها هي صح عشانك يقنعونك ان لا لا تروح هذا المكان لا تقبل هذا عرض العمل احس في انتقالك اذا كنت ناوي ان تنتقل الى وظيفة الى مجال مختلف مدينة ثانية دولة ثانية رح في اشخاص يحاولون يحسسونك بالذنب ويمنعونك عن طريق الاكاذيب الاكاذيب انه مثلا لا انه المعيشة في الدولة الفلانية صعبة عرفت؟ لان بقائك حولهم قاعد قيدك وابتعادك عنهم رح يحقق لك كله اللي تتمنى خلا تشوف الطاقة اللي رح تكون حليفتك خلال شهر سبتمبر تقريبا نفس كارت العربة بس فيه هنا ملك الاحسنة التحكم في الذات اصرارك على موقفك اصرارك على اهدافك على الخطط اللي انت حطيتها لنفسك تنفيذك لها اوكي اصرارك هني هو اللي راح يعينك ان تتغلب على طاقة الشيطان هني طاقة الاكاذيب طاقة ان يحسسونك بالذنب ان ليش انت مختلف ليش انت اناني انت مو اناني انت قاعد تتصرف فيما الله سبحانه وتعالى امرك الله امرك ان تعتني بنفسك اوكي حتى في الطيارة يقولون لك اول شي تحق قناعك انت قناع الاكسجين في حالة حدوث الطوارئ بعدين تعين الاخرين لان اذا ما عانت اول شي نفسك راح تكون عالى على الجميع وتمثل خطر على الجميع اعانة اسستنس الاعانة ولكن تعين نفسك هالمرة هالشهر التحدي امامك والقوة امامك ان انت فعلا تختار ارضاء نفسك مو ارضاء الاخرين هل نشوف المفاجئة سبعة الخماسيات احس هنا ان المفاجئة هي من المضحك والمبكي ان الوضع صير كذي الاشخاص اللي ينتقدونك اللي قاعدين يعارضونك يقولون لك لا تسوي اللي انت ناوي علي برج الدلو او هما نفسهم الاشخاص اللي يوم من الايام راح يدافعون عنك راح يفتخرون فيك يفتخرون في انجازاتك بعد ما تنتقل هاي النقلة الى المكان اللي انت تتمنى لنفسك هذه هي المفاجئة انه راح يكون فيه علنا اوكي الحين يتكلمون بينهم بين بعض ولكن بعدين علنا الموضوع راح يصير امامك ان نفس الشخص اللي كان ينتقدك وهو اللي راح يكون موضوع الانتقاد وهو اللي ايضا راح يدافع عنك ضد هاي الانتقاد اوكي فيه راح تكون مساعدة احد ايضا يساعدك ان اخيرا خلي برج الدلو في حاله خليه راح يحقق احسنت شكرا